موسيقى 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 السلام عليكم بكيفكم ان شاءنا تكونوا بخير اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في اليابان اليوم بكلمكم ما من اليابان وانما من مصر تحديدا من المتحف القومي المصري في القاهرة موسيقى 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة هل تخش الخشب؟ بالقبور بتاعتهم كده يعني ايوه دخلوه هنا بعدين حاجة اكبر بعدين اخر شي الصندوق الكبير دي طبعا يا جماعة انا كنت في البداية قبل منزور المتحف دي كنت مترددة الصراحة هل بيستاهل الزيارة ولا لا؟ لانه كان في الوقت داكا نهاية شهر ثمانية والردي جزء كبير من التماثيل او الاختويات بتاعت المتحف نقلوها للمتحف الجديد فكنت شك يا ربي هل بيستاهل الزيارة دي ولا لا لكن بصراحة انبهرت من كمية الحاجات اللسه موجودة هما انا الفهمت انه نقلوا الحاجات الكبيرة خالص او الحاجات الاثار المهمة شديد وبينقلوا تدريجيا طبعا يعني فبرضه المتحف الحاجات الموجودة فيه كانت كثيرة خالص ويعني بياخد وقت عشان الواحد يعني اذا عاوز يشوف فعلا كل الركن فيه ويقيف عليه بياخد ما اقلمت ساعتين يعني فانا هنا طبعا في الفيديو دا بس يعني دا جزء من الحاجات الصورتها بس عشان ما حبيت الفيديو يكون طويل شديد عملتها لقطات يعني جولة سريعة ولقطات ما كل الحاجات الانا شفتها فعلا دين الحاجات الانا ما كنت تعارفها بصراحة الا لغاية ما زرت المتحف اللي هي طريقة الطحنيط والاحتفاظ بالحاجات الاحشاء الداخلية برضو وبيحتفظوا بها في العلب ديها يعني في تفاصيل كتيرة سبحان الله بتوري قدري ايه كانوا هما يعني العلم بسعه متطور وبهتموا بالتفاصيل يعني طبعا في حاجات كتيرة يعني معتقدات حقتهم عن الحياة الاخرة وكده فكل هالواحد بيلاقيها هنا بيلقى اثارة هنا موسيقى طبعا كل الاثار دي هم كاتبين عليها يعني نبذة باللغة العربية وبالانجليزية وكمان فيه مترجمين بالمناسبة يعني من المدخل بيتلاقي مترجمين انجليزي فرنسي اسباني وغيره يعني فيه لغات كتيرة اذا الواحد عايز موسيقى 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 فيها والألوان وكذا يعني هو دي الكرسي بتاع توت عنخ آمون زي ما شافين هو من الذهب الخالص وفيه عدد من الحيوانات يعني نسر وثعبان وأسد وحاجات تانية يعني المهم يعني سبحان الله الواحد قدر ما يشوف الحاجات دي في الصور ما نفس الإحساس لما يشوفها كذا في الواقع يعني فالمهم لو مشيت القاهرة لازم تخط المتحف دي في الجدول بتاعكم فيه كمان قسمي كامل يعني بتاع توت عنخ آمون منه هو طفل صغير لغاية يعني هو شاب الممتلكات بتاع توزين اللي كان بيستعملوا كده لكن المكان ممنوع فيه والتصوير لكن بالجد يعني حاجة مفهرة دي كانت مقطعات من جولتنا ختمناها بزيارة المحل دي اللي هو محل خاص بالسوفينيرس أو هدايا أخذنا منهم كان واحد من التيشيرتات دي لولدي لمعز وبس يعني دي كانت الرحلة بتاعتنا للمتحف القومي في القاهرة دي في يوم تاني كنا ذهبنا لمنطقة اسمه كرداسة دي منطقة هي يعني ما في وسط القاهرة هي بعيد شوية بصراحة من وسط القاهرة لكن الوجهة الأولى لأي شخص عايز ياخد ملابس تقليدية صناعة مصرية طبعا هي الحاجة الجميلة أنا كلها صناعة مصرية مية في المية وحاجات صناعة جيدة يعني أخذت منها كمية أنا من العبايات والملابس لي والأولاد بيجوها حتى التجار يعني العاوزين ياخدوا حاجات بالجملة فدي الوجهة الأولى يعني هي بس مشكلة إنها بعيدة شوية يعني أقرب حتة لها هي منطقة الهرم فممكن تعملون في برنامج واحد يعني تشوفوا الهرم زيارة وكمان تمشوا المنطقة دي كرداسة لا والله هذه حاجات كتيرة حلوة إن شاء الله الحلو ماشاء الله كتير بتلقوا مش غيري القرآن كده في المحلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأشكر صاحب الأوبر أدلانا على المطعم دي مطعم صبحي كابر احنا بس كنا ركبنا مع صاحب أوبر مر وقلنا له وعازين نمشي مطعم راشرح لنا واحد أحسن مطعم وين فهو راشرح لنا دي المطعم دي فعلا ممتاز يعني مشبث إنه الأكل بتاعه لزيز خالص وكده لكن حتى الجلسة بتاعته حلوة خالص يعني الواحد بيمشي بيحس إنه في جو يعني جو من البهجة الواحد بيجي مع نوياتهم برتفعة باختصار كده يعني يعني أسعار الناس بجد بالنسبة للمستوى والقعدة يعني وكده بتجد حلو شديد فبتجد استمتعنا اليوم داك الحمد لله كانت أول مرة لينا نطلع كأسرة يعني بعد ما أول عمل العملية الحمد لله كان يوم جميل جدا الاسطاف نفسهم يعني العاملين في المطعم الجد لطيفين خالص يتعاملوا بحلو شديد تصوركم؟ عمر تصور معهم؟ فلا فلا واو بابا عشان كده هنمشي صور عيني ايمان ايمان كده وين هو ايمان تصور ايمان كده صور معهم شكرا 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 لما جيت قرأت عن المطعم دايا في النت لقيت انه اصلا صاحبه كان صاحب محل صغير يعني بتاع ملحمة وبعدين ما شاء الله يعني ربنا بارك له في رزقه وتوسع المحل جدا يعني بيقى عنده مزارع بتاع مواشي وبعدين عمل المطعم دايا فماشاء الله يعني ربنا يبارك له ويزيده شكرا 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 ديا كانت حلقة اليوم صورت لكم فيها واقتطفات من اماكن مختلفة من زيارتنا لماثر شهر 8 الفات 2022 من المتحف القومي في القاهرة ومن كرداسة وأخيرا في مطعم صبحي كابر في شوبرة أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة ومرة تانية بقول لك يا عمر كل عام أنت بخير وشكرا إنك كنت معاي في كل الجولات دي وأتمنى إنه ألتقي بأسرتي إن شاء الله في أوقات سعيدة دعواتكم ليني جماعة شكرا لكم أخليكم في أمان الله مع السلامة